اشتركوا في القناة تشهد مملكة البحرين منذ تأسيس أول صحيفة في عام 1939 إلى يومنا هذا أزهى مراحلها نظراً للتحولات الديمغراطية والإنجازات التنموية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم حفظه الله والدعم المتواصل للمؤسسات الإعلامية ودور النشر والصحافة وتتمتع الصحافة البحرينية بحرية الرأي والتعبير التي مكنها من إبراز التحول الحضاري الكبير والتنموي ودعم المسيرة والنماء الوطني في ظل الخطوات التي قطعتها وأسهمت في بناء وتقدم الوطن كما تعتبر الصحافة البحرينية جزءاً لا يتجزى من حقوق الإنسان والشاهد الحي على استدامة النهج الديمغراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات الدستورية العديد من محطات الإنجاز والتميز سجلتها الصحافة البحرينية في المحافظة على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي التي كانت دائماً حريصة على أن تكون في مقدمة الصفوف في دعم جهود التنمية المستدامة من أجل صالح الوطن والمواطنين وقامت بدور جسور وشجاع في الذود عن حياظ الوطن إلى ذلك وصلت الصحافة البحرينية اليوم إلى اهتمام غير مسبوق وتأطرت من خلال نصوص دستورية وقانونية فاليوم تعيش الصحافة البحرينية عصراً مزدهراً على صعيد الحريات والانفتاح وتزداد وهجاً بفضل عطاءات أبنائها الذين يقومون بدور هام وبارز في نشر الصورة الحضارية للمملكة وتتوجاً لهذه الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الصحافة البحرينية جاءت جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لتشكل حافزاً للصحفيين والإعلاميين على بذل مزيد من الجهد والعطاء في الحفاظ على قيم المهنة وتسخير أغلامهم في كل ما يخدم المصلحة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر